صفاء من عمان تقول أنا كنت حافظة لكتاب الله وقبل فترة يعني بسبب عفوا تقول أنا حافظة لكتاب الله تعالى من فترة وبعد الزواج والانشغال ثقل علي حفظه واكتفيت بالتلاوة هل علي ذنب؟ صفاء من عمان بارك الله فيك لا شك بأن حفظ القرآن نعمة من نعم الله عز وجل يمنوا بها على من يشاء من عباده ولذلك أختي الفاضلة أعتقد بأن تثبيت الحفظ من خلال المراجعة ممكن حتى للمتزوجات يوجد نساء متزوجات وعندهم مسؤوليات كبيرة جدا من حيث تربية الأولاد من حيث رعاية حق الزوج من حيث القيام بواجبات البيت ومثبتين الحفظ فالزواج أختي الفاضلة ليس عذر في قضية إهمال الحفظ أنت أنعم الله عليك بنعمة عظيمة كثير من الناس يتمنون حفظ القرآن وغير قادرين على ذلك وانتمنى الله عليك بالحفظ فأختي الفاضلة انتبهي حرصي على المحافظة على هذه النعمة وشكر الله عز وجل عليها ويجب على زوجك أن يعطيك الفرصة لتثبيت الحفظ من خلال المراجعة من خلال المدارسة من خلال حضور الحلقات مثلا يجب على زوجك أن يعينك على مثل هذا لأن هذا كله في مصلحة الأسرة لكن عموما إذا والله تقولين يعني صعوب الأمر علي على أقل تقدير لا تهجرين قراءة القرآن وأنت تقولين الآن تختمين لكن احرصي على تثبيت الحفظ وأسأل الله تعالى لك الإعانة